سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بمتابعين الاعزاء فيديو جديد عن عربية جديدة من عربيات بنتكلم النهاردة عن اس سي واي ستاشر واحد زيرو ستة برو. دي العربية نقدر نقول اخت الستاشر واحد زيرو تلاتة برو ستاشر واحد زيرو واحد برو. مع بعض كارتون التحفة ونشوف مع بعض ايه محتواها دايما تفتح كارتين العربيات دي بصراحة بالنسبة لي بيبجى شيء ممتع في حد زاته ونشيل مع بعض الكطع دي ونقول بسم الله معانا العربية نفسها شكلها حيلة جدا نركنها على جنب كده بس الاول معانا هنا كمان طيب نركن برضو ونشوف اللي بعده معانا كيس في شوية اكسسورات كده نبدأ مع بعض بالعربية واللي بيدي لك بتصميم تحفة العربية دي بيدي لك باتنين تلاتة اربعة كده جاعدين جواها عاملين نفسهم مش هادين بالهم العربية طبعا عجلات كويتش سوسة معدن دي اول نسخة اجربها بسوسة معدن لكن واخد ده اللون احمر شكل وحلو كده طبعا نظام تعليق كامل عندك هنا كمان عجلة خلفية من نفس النوع اللي ركب هنا عندك كمان العجلتين الخلفيتين اللي بيساعدوا العربية انها ما تتجلبش طبعا العربية اندفاعها قوي وفي اغلب الاوجات بترفع وهي ماشي فطبعا لو من غير العجلتين اللي ورا دول هتلاقي العربية بتتجلب على ظهرها طيب معانا ايه كمان معانا ده موت كنترول بتردد اتنين فاصل اربعة جي جي هرتز الرموت ده بيدي لك مدى اتصال يوصل معك لمتين متر بيدي لك مع العربية شوية اكسسورات نبدأ بكوتيب التعليمات بيفصص لك العربية قطعة قطعة طيب نيجي للبطارية بساعة الف وخمسمائة ميلي امبير سبعة فاصل اربعة فولت بتدي لك وقت تشغيل متواصل يوصل معاك لتلاتين دجيجة في الحالات المثالية طبعا وقت التشغيل ده بيتأثر على حسب بتلعب فين بتلعب على انهي سرعة فنقدر نجول البطارية بتوصل معاك لنص ساعة في حالة الاستخدام العادي لكن لو بتستخدمها على اقصى سرعة فطبيعي ان الوقت هيجل معاك كتير معاك كمان وصلة شاحن تقدر تشحن بيها البطارية من اي منفذ يو اس بي معاك هنا مفتاح تقدر تفكك وتربط به معاك هنا شوية اكسسورات صغيرة كده وشوية مسامير معاك هنا كمان لدات تقدر تركب اللدات دي في اي ناحية من النواحي بتاعة العربية فك مع بعض الجزء العلوي ونستكشف الدواخل بتاعة العربية نشيل مع بعض الجزء ده هنلاجي طبعا معنا هنا باسم الله ما شاء الله محرك بروشلس بيوصل العربية لسرعة تتخطى معاك الستين كيلو متر في الساعة وزي ما قلنا مع بعض ان القطع اللي بتنجل الحركة من المطور للعجلات كلها قطع معدنية نظمة تعليق بتاع العربية سالس جدا والعربية وزنها تجيل مش خفيف عندك محرك امامي سيرفو بيتحكم في الاتجاهات العمود ده معدني طبعا نقدر نقول لهم مربوط بالشكل ده عشان يمسك العربية ويخليها اكثر صلابة نركب مع بعض البطارية بالشكل ده لك ابن مع بعض البطارية وعندك من هنا زرار التشغيل احلى ما في العربيات دي ان زرار التشغيل دايما بيكون دي هو العربية وده ليه لان الزرار لو برة على السرعة العالية بتاعة العربية ممكن جدا يتقزي يتكسر فطبعا من الزكاء انهم يخلين الزرار بتاع العربية زرار التشغيل يكون من الداخل طيب نشغل مع بعض من هنا طبعا عندك حركة شمال ويمين زي ما احنا شايفين المحرك السيرفو منه تقدر تتحكم في درجة الميلان شمال ويمين وعندك من البقرة دي تقدر تتحكم في استجابة الحركة شمال ويمين زي ما احنا شايفين تقدر تحرك شمال ويمين ببساطة خالص وتقدر تعلي شوية وتاخد اقصى اليمين واقصى الشمال عايز نجرب مع بعض حركة العربية ونبدأ بالحركة البطيئة ونقول بسم الله طيب دي اقصى سرعة فاوطى حاجة لان كده اني يجي للسرعة المتوسطة ما شاء الله جملة جدا نجرب مع بعض اقصى سرعة حرفيا العجلات بتتمدد من خرف الفرعة على ارض الواقع ده بيترجم معاك ان العربية حرفيا بتاكل في الارض اكل وهنشوف ده مع بعض في فيديو التجربة طيب عايزين نوصل مع بعض الاضاءة بتاعة العربية عندك هنا يسيدي اضاءة خلفية باللون الاحمر شكلها تحفى وعندك كمان اضاءة امامية للدات علوية واضاءة باللون الاصفر من الاسفل انا زي الكشفات كده طبعا من الرموت كنترول بتقدر تتحكم في الانماط بتاعة الاضاءة تشغلها او تطفيها تماما مع عدل اضاءة الخلفية دي بتبقى شغالة معاك بشكل اجباري بصراحة سواء الاضاءة الخلفية او الامامية كلهم حلوين جدا والعربية سواء بالليل او بالنهار هيبقى شكلها طحفة يمكن عيب العربية دي الوحيد هو انك ما تقدرش تلعب بيها او ما تعرفش تلعب بيها جوة البيت ليه وده لانها سريعة جدا حتى لو حددت واخترت اجل سرعة فيها فبرضو العربية مزالت رساء الله عليها سريعة جدا 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 طيب العربية اداها على الارض الواقع عامل ازاي في النجيلة هتدوس معاك في الرمل والزلط هتدوس معاك اي ان كانت التضاريس اللي هتلعب فيها بالعربية دي هتشرفك راح بتديلك متعة غير مسبوكة يا العربية متفارة من خلالنا للبيع فللحجز والاستفسارات كلمونا وتسعب على زر 11 17 16 25 29 ويلا بينا دلوقتي نروح على فيديو التجربة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية ال 16 106 برو متوفر من خلالنا للبيع فللحجز والاستفسارات كلمونا وتسعب على زر 11 17 16 25 29 وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد متوفر من خلالنا تشكيلة عربيات كبيرة بأسعار تبدأ من ربعمية خمسة وعشرين جنيه فما فوق ما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد وده كان فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته